بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي ونواصل حل هذه الاختبارات من كتاب المراجعة والاختبارات كتاب الأضواء الكتاب الثاني وهذا الجزء الثاني من هذا الكتاب لاختبارات النهائية وقد وصلنا إلى الاختبار الثامن هيا بنا مع حل هذا الاختبار وأدعوك إلى مشاهدة الفيديوهات السابقة وهي الامتحانات الخاصة بالاختبار الأول والثاني وهكذا حتى هذا الامتحان وأيضا الامتحانات الخاصة بشهر فبراير وشهر مارس فهي يعني في غاية الأهمية حتى تستعد للاختبارات النهائية هيا بنا ولكن قبل البداية واذكرك أن تشارك هذا الفيديو وأن تقوم بالإعجاب به أيضا ولا تنسى الاشتراك في القناة أولا نص الاستماع المحرر من المحتوى استمع إلى هذه الفكرة التالية ثم أجب وهذه هي الفكرة الثامنة إن ما يميز التعليم في اليابان الشعار الذي رفعته وهو الأخلاق قبل العلم الأخلاق قبل العلم حيث لا يتلقى الطفل الياباني أي اختبار قبل العاشرة حتى لا يدفعه خوفه من الامتحان لا يدفعه ذلك إلى فعل أمور غير أخلاقية وتتعامل المدارس مع الطلاب كعائلة حيث تقدم لهم وجبات غزائية في أوقات الراحة للطلاب تقدم وجبات غزائي ويجلس الطلاب بجوار المعلمين والعاملين في المدرسة كعائلة يتحدثون بعيدا عن الدراسة فتزداد العلاقة بينهم وتقوم على المحبة والألفة بين الطلاب والمعلمين كأسرة واحدة مما ينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية اختر المعنى الصحيح لما تحته خط في الجملة التالية لا يتلقى الطفل اليابني أي اختبان قبل العاشرة إذن كلمة يتلقى يتلقى بمعنى يحصل على ضع علامة صحوة علامة خطأ يعد التعليم في اليابان تعليما مميزا عن كثير من الدول الإجابة الصحيح كيف تشعر المدرسة أو كيف تشعر المدرسة الطلاب أنهم أسرة واحدة نقول حيث تقدم لهم وجبات غذائية في أوقات الراحة للطلاب كذلك يجلس الطلاب بجوار المعلمين والعاملين في مدرسة كعائلة يتحدثون بعيدا عن الدراسة فبالتالي تزداد العلاقة بينهم وتقوم على المحبة والألفة بين الطلاب والمعلمين كأسرة واحدة وبالطبع يعكس بالإجابة على العملية التعليمية بإذن هذه هي الإجابة ثانيا التعبير الكتابي اكتب خبرا صحفيا عن التكنولوجيا والروبوتات وتأثيرها على الحياة مراعيا عناصر كتابة الخبر الصحفي على أن يتراوح عدد الكلمات المطلوب بين 100 و 150 كلمة أيضا الخبر الصحفي شرحته تحت عنوان كتابة خبر في جريدة في التعبير الكتابي كتابة خبر في جريدة وتحدثنا عن عناصر هذا النص أو كتابة الخبر ولابد أن تبدأ بالعنوان مثلا تقول التكنولوجيا والروبوتات أو تأثير التكنولوجيا على الحياة عنوان يكون جذاب ثم بعد ذلك الحدث ثم الأشخاص وزمان الحدث ثم المكان ثم صورة معبرة ثم بعد ذلك سبب وقوع الحدث وأخيرا لا تنسى كتابة اسم الكاتب الخبر كاتب الخبر اللي هو التوقيع أو محرر الخبر في النهاية ارجع لهذا الفيديو ومن خلالي تستطيع حل هذا السؤال ثانيا أو ثالثا النص الأدبي النص الأدبي المحرر من المحتوى اقرأ ثم أجب يعاني باهر من بعض الأمراض يعاني من بعض الأمراض فأخذه والده للطبيب فسأله الطبيب عما يفعله فقال إنه يسهر ليلا وينام نهارا ولا ينام جيدا فأخبره الطبيب أن الله لم يخلق شيئا عبثا فقد جعل الليلة للنوم والنهارا للعمل وأن من يخالف فطرة الله السليمة في الكون يتعرض لأمراض عديدة قد تتولى عليه فمثلا قلة النوم تؤثر على الجهاز المناعي والجهاز العصبي وتسبب القلق والاكتئاب وقد ربطت بعض الدراسات قلة النوم بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية لذا قرر باهر الاعتدال في نومه وعدم السهر ليلا هات من الفكرة يريد الكلمات التي نأتي بها تكون في الفكرة معنى كلمة التوازن هو كلمة الاعتدال التوازن هو الاعتدال والتوسط في الأمور بعد ذلك مضاد كلمة يوافق يوافق المضاد يخالف بعد ذلك أكمل العادة السيئة التي قام بها باهر هي أنه كان يسهر ليلا وينام نهارا وأيضا كان لا ينام جيدا بإذن هذه العادة السيئة من يخالف فطرة الله تأتيه من يخالف هذه الفطرة طبعا يتعرض لأمراض عديدة أو تأتيه الأمراض العديدة أو الكثيرة بعد ذلك ما أضرار قلة النوم الأضرار كما ذكرنا أولا تؤثر على الجهاز المناعي وأيضا الجهاز العصبي بعضا تؤثر على الجهاز المناعي والجهاز العصبي بعد ذلك تسبب القلق والاكتئاب بعد ذلك أنها قد تسبب الجلطات القلبية والسكتات الدماغية بكل هذه من الأضرار الخاصة بقلة النوم رابعا النص المعلوماتي اقرأ ثم أجب يعد تطوير الطيران يعد بمعنى يعتبر تطوير الطيران أحد الإنجازات العلمية والتكنولوجية الأكثر أهمية في التاريخ لقد مكن البشر تطوير العملية الطيران مكن البشر من السفري إلى أجزاء مختلفة من العالم بسرعة وسهولة كما أنه ساهم في مجالات أخرى مثل التجارة والخطط العسكرية بإذن كل هذه فوائد للطيران ففي بداية القرن الخامس هذه بعض الأمثلة الواقعية في بداية القرن الخامس ظهر اختراع الطائرات الورقية في الصين ثم قام العالم العربي عباس ابن فرناس بأول محاولة للطيران في الأندلس وقد أدى اكتشاف الهيدروجين إلى ظهور المنطاد بإذن هذه هي البداية بالترتيب بكانت في بداية القرن الخامس اختراع الطائرات الورقية في الصين ثانيا العالم العربي عباس ابن فرناس طبعا هنا العالم العربي هو عالم عربي بول محاولة للطيران في الأندلس وقد أدى بعد ذلك اكتشاف الهيدروجين هذا الثالثا إلى ظهور المنطاد ثم رابعا صنع الأخوان رايت أول رحلة جوية ناجحة لطائرة تعمل بالإي بي الطاقة كانت طائرة تهما قشبية وتعمل بمحرك ثنائي 2 وقد أدى نجاح الأخوان رايت إلى ثورة وتغير يعني في مجال الطيران سرعان ما بدأت شركات الطيران في الثهور بعد ذلك وبدأ الناس في السفر جوا من خلال الجو وخلال الحرب العالمية الأولى استخدمت الطائرات في القتال كانت الطائرات الحربية التي تستخدم في القتال في الحربية الأولى صغيرة وبطيئة في البداية كانت صغيرة وبطيئة هذه الطائرات لكنها أصبحت أكثر قوة وتطورا مع مرور الوقت في السنوات الأخيرة وقد شهدت صناعة الطيران تطورات كبيرة ومستدامة وتم تطوير طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود يعني تستهلك وقود أقل وأصبحت الطائرات بدون طيار شائعة بشكل متزايد بإذن تاريخ الطيران على مرور العصور هات منها الفكرة يبدأ أيضا من الفكرة معنى كلمة مستمرة كلمة مستمرة هي كلمة مستدامة الاستدامة الاستمرار ومضاد كلمة توفير هي استهلاك عكس الاستهلاك التوفير بعد ذلك ضع علامة صح وعلامة خطأ من المجالات التي نستخدم فيها الطيران التجارة والخطط العسكرية الإجابة صحيحة ذكرناها هنا بعد ذلك لا يعد المنطاد من مراحل تطور الطيران هذا خطأ بل بعد ذلك اكتشاف الهيدروجين أدى إلى ظهور المنطاد فهو مرحلة من مراحل تطور الطيران تحدث عن آخر ما وصل إليه تطور الطيران آخر ما وصلوا إليه هو موضوع استهلاك الوقود أنه تم تطوير طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وبالتالي أصبحت الطائرات بدون طيار شائعة بشكل متزايد بإذن هذا هو الذي شاهدته صناعة الطيران في الفترة الأخيرة خامسا النص الشعري اقرأ ثم يجب والعلم كنز ثمين لا يبتلى بنفادي والعلم خير صديق ألقي عليه اعتمادي والعلم عوني وغوثي بالمعضلات الشدادي هات من الأبيات أيضا معنى كلمة زوال الزوال هو النفاد الزوال هو النفاد أو النفاد نفاد الشيء يعني زواله وانتهاءه مضاد كلمة رخيص بالتأكيد هي كلمة الثمين عكس الثمين الرخيص أكمل العلم كنز العلم كنز هو تعبير طبعا مجازي لماذا؟ لأنه شبه أو صور العلم بالكنز بالكنوزيا يتميز العلم بأنه كنز لا ينفد لا ينتهي بما صور الشاعر العلم كما ورد في الأبيات كما كلنا صور العلم بأنه كنز لا ينفد أبدا وكذلك صوره بأنه يعني صديق صديق ومعاون للإنسان بعد ذلك القواعد النحوية أقرأ ثم أجب إن العلماء بإذن العلماء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة إن العلماء الأطقياء مصابيح الأمام هذا هو الخبر ينتقلون بحثا عن الحقيقة عن حرف جر الحقيقة اسم مجرور بيعا وعلامة جري الكسرة صارت حياتهم صارت حياتهم تعبا إذن حياتهم اسم صارة وتعبا هو خبر صارة خبر صارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة فلزموا غرسهم لتمشوا في طريقهم ولا تحيدوا عنه وعيشوا سعداء بينهم فنعمل حياتهم أعرب ثم استخرج من الفكرة السابقة فعلا من الأفعال الخمسة ولكن بشرط أن يكون منصوبا بشرط أن يكون منصوبا أين هذا الفعل المنصوب هو يكون هنا لتمشوا إذن هذه لام التعليل لام التعليل والمضارع بعدها هو فعل مضارع فعل مضارع منصوب علمت نصبه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة استخرج ضميرا بارزا أي ضمير في مثلا كلمة بينهم حياتهم وهكذا يبا إذن كل هذير ضمير فلزموا والجماعة أيضا ضمير بارزا متصل استخرج فعلا مضارعا صحيح الآخر صحيح الآخر يعني آخره حرف صحيح أي فعل مسلا ينتقل هذا آخره إيه لامي بهذا فعل صحيح الآخر وآخر معتل يعني يكون آخره حرف علة صارت حياتهم فلزموا يتمشوا يمشي يبا هنا آخره إيه تمشوا بقى هذا فعل إيه معتل لأنه أصله مشى يمشي آخره الألف بعد ذلك استخرج اسما معرفة كلمة الحياة مثلا أو أي اسم به كلمة الحقيقة استخرج خبرا لحرف ناسخ استخرجنا كلمة مصابيح هذا هو الخبر طبعا بيّن نوعه هو خبر مفرد خبر مفرد استخرج مضافا إليه مضاف إليه نقول مثلا بعد كلمة مصابيح مصابيح الأممي نكر زائد معرفة يبقى إذن مضاف إليه كلمة الأمم بعد ذلك تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين كرم المعلم كرم دفاع الماض المعلم فاعل إذن ما يأتي هنا يكون مفعول به مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف علامة نصبه هنا الألف لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة بعد ذلك المخلصون المخلصون نختار فعل مضارع يكون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت الزبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة يتقنون طبعا نختار الجمع وليس المثنى المخلصون لأنه جمع مذكر طيب اعلم أن العلم اضبط ما فوق الخط اعلم أن العلم أن العلم إذن العلم هو اسم اسم أن منصوب علامة نصبه الألف الفتح أن العلم أن لاحظ الفرق بين هنا أن حرف حرف ناسخ ناقص أما هذه أن تدخل على الفعل المضارع فتنصبه يبقى إذن تنصب الفعل المضارع فتقرأ هو فعل مضارع مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الخط العربي اكتب بخطي الناس خارقة إذا نوديت للخير فكن أولئي سباق بعد ذلك القواعد الإمناعية صوبنا تحت الخطف الجملي التالية أين الخطأ هنا يقول تسير السلح ف السلح السلح ف تسير السلح فاته ببط طيب كلمة بط الهمزة هنا تكتب على السطر لماذا؟ لأنما قبلها ساكن مثل كلمة مثلا عب كلمة بعد ذلك و طالبة مهزبة وآم كلمة وآم وآم تكتب هكذا وآم تكتب هكذا على النبرة طيب لماذا؟ الهمزة هنا مفتوحة طبعا وقبلها الوا وإيه مكسورة الهمزة مفتوحة وقبلها الوا ومكسورة طبعا الكسرة يعني أقوى من الإيه فتح فلزيك ونسبها أن ترسم على إيه على نبرة طبعا هذه الدروس مشروحة سواء الهمزة متطرفة أو الهمزة المتوسطة موجودة على القناة هنا أيضا همزة متطرفة كلمة ضوء ضوء لماذا رسمت على السطر؟ لأن ما قبلها ساكن ضوء طبعا هذا ليس حرف مد لماذا؟ لأنه ساكن وما قبله أي مفتوح طيب المهم ضوء هكذا بط تابع معي الفيديو التالي وهو حل الاختبار التاسع من هذه الاختبارات النهائية اختبارات مهمة جدا تابعها معي حتى يمكنك يعني أن تجيب بكل سهولة وبساطة في الاختبار في آخر العام أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بإذن الله تابعونا ولا تنسى الاشتراك في القناة كذلك مشاركة الفيديو والإعجاب به وتفعيل الجرس وإن كان لديك أي سؤال أو استفسار أرسله لنا حتى نجيب عليه كذلك تجد في قوائم تشغيل ادخل على قائمة التشغيل وهي موجودة بالأعلى ادخل عليها وادخل على الصف الخاص بك أنا سأدخل هنا على الصف السادس ابتدائي مادة لغة العربي تجد الدروس كلها موجودة في هذه القائمة ومنظمة فيمكنك مشاهدة بكل بساطة وسهولة في النهاية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته